بارح وزارة العمل أعلنت عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال الترحيل اللي شغالين باليومية في القطاع غير الرسمي محافظة القاهرة لمنظومة العمالة غير المنتظمة والموافقة على صرف أول من حاليهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في الحقيقة مهم جدا ويعني أعتقد أنها فئة لم تكن على البال يوما ما فيما يتعلق بالتأمين عليهم الأستاذة الشايماء عبدالله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل أهلا بك يا فندم صباح الخير عليك أهلا وسعلا بحضرتك صباح النوم إذا تعرف في البداية على تفاصيل أكثر عن قصة إضافة عمال الترحيل للعمالة غير المنتظمة حاصل تسبيل بيانات عمال الترحيل بالقطاع غير المنظم ده كان من ضمن خطة الوزارة اللي شمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية والصحية اللي بيحصل عليها العمالة المنتظمة بقعضة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بالوزارة باعتبار أن الفئة دي من الفئات الأكثر احتياجة طبعا كانت توجيهات معادة الوزير محمد جبران أن نحن نستطيع نعمل حص العمال الترحيل في كافة المحافظات بس إحنا ابتدين بمحافظة القاهرة باعتبارها هي من المحافظات اللي فيها كثافة عالية من العمالة وبمجرد ما انتهينا من أعمال الحصر وعرضنا على معالي نتائج الحصر هو وجه بأننا نكتدي أنهم خلاص يدخلوا في قاعدة البيانات العمالة يتم إدراكهم في قاعدة البيانات كمستفيدين ليحصلوا على كافة الخدمات اللي بيحصل عليها العمالة المسجلة منذ النوع طبعا المنح الدورية احنا كنا بالفعل بصدر صرف آخر منحة اللي هي منحة المولد النبل كنا يعني خلاص بيتم الانتهاء منها فهو معالي قال لنا نعمل ملحق ليهم مخصوص ويبتدي الصرف ليهم أسوأ بزميلهم اللي صرف وبالفعل تم عمل الملحق ليهم والصرف إن شاء الله يبقى شغال كدقا من بقرة ده بخلاف طبعا باقي المميزات الثانية اللي هيحصل عليها باعتبرهم أصباح وخلاص مفجدين من قاعدة البيانات العمالة في رميزة سيدة الشيماء بعد التحية بحسب القائمة الأولى أو القائمة الأولية من عمال التراحيل تقريبا شهدت تسجيل كم عامل على وجه التحديد ومن المفترض يعني العدد اللي عند حضراتكو تقريبا قد يلي المفروض يكون ضمن هذه القائمة بشكل عام الله هو حاليا اللي تم تسجيلهم ألف أربعة وثلاثين عامل ومن المنتظر طبعا عندي محافظة واحدة احنا لسه فيه 26 محافظة المصدر الرقم ده حيتضاعف بشكل كبير فإحنا ده اللي تم تسجيله من محافظة القاهرة بس اللي تم إضافته للقاعدة وإن شاء الله حيتم استكمال إزاي فندم تم ضموهم على هذه القائمة تم ضموهم من خلال البيانات اللي تم حصرها من مفاتيشين التشغيل ومفاتيشين التسجيل لنزلوا المواقع اللي موجود فيها العمالة دي في الميادين وحصروا بالبطاقات بتاعتهم ببياناتهم بالمهنة بتاعتهم وتم إضافة البيانات دي كاملة على قاعدة البيانات ده علشان احنا كل الموجودين على قاعدة للبيانات بيحصلوا على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة اللي بتوفرها لهم وزارة العمل من حيث بقى منح دورية ستا منح فسنة فيه منح قصة منح زواج منح موليد وفات أقارب فيه رعاية صحية لو عامل حصله يحتاج لعملية مثلا كبرى صغرى فيه كمان رعاية بالنسبة للحماية يعني بند الحماية لو عامل لا قدر الله أصيب في العمل أو حصلت له عجزة أو لا قدر الله حصلت الوفاية إحنا معوضين البند هذا بـ 200 ألف جنيه بند مستحدث في الحوادث طبعا بمجرد دخولهم في بعض البيانات هم أصبحوا مستتجين من كله طب يعني هو بند العملة غير المنتظمة ده بيشمل بس هؤلاء يعني أعتقد أن الميكانيكي الكهربائي كل المهن اللي بيندرج عليها هذا التوصيف إزاي توصلوا لها وإزاي هم كمان يوصلوا لكو يا فاند حضرتك هو الحالي التسجيل بيتم بطرقين والأول شركة اللي عندها عامل غير منتظم وعندها عملية فيها عمالة غير منتظمة هي بتساوي العملية في المدرية التابعة لها وبتسجل بالفعل عمالها القائمين بتنفيذ الأعمال والطريقة الثانية اللي حاليا الخطة اللي احنا وضعينها اللي هو الحص عن طريق مفتشين استكتيش ومفتشين التجريب اللي بينزل مواقع العمل وبيجيب بالفعل العمالة اللي شافت لها الخطة الموضوع حاليا اللي حضرتك تتكلم فيه اللي هو العامل اللي بيعمل صالح نفسه اللي هو الفطاع غير الرسمي وإحنا في الفعل ابتدنا بعمال الطرحيل كتجربة أولى وحنشمل كل المهن اللي حضرتك ذكرتها إحنا بس اتخذنا عمال الطرحيل كتجربة أولى لحص الفطاع غير الرسمي وحيمتد لكل استبعات انشاء طيب يا فندم يعني أهم الامتيازات اللي هيحصلوا عليها بعد ما تم إضافتهم في قائمة العمالة غير المنتظمة ويمكن سؤالي هنا حضرتك كمان مش بس متعلق بالامتيازات المتعلقة بالمنح أو بالصحة لكن أيضا المتعلقة بحقوقهم في موقع العمل أو مكان العمل حضرتك العامل الغير منتظم بينطبق عليه قانون العمل أصوى بالعامل المنتظم له كافة الفقوق يعني من ضمن البنود الحماية إن مفتشين السلامة ومفتشين العمل بيتأكدوا إن العامل ده بيحصل على أدروه على ساعات العمل بتاعته ما بيتعرضش الخطر متغفر له في ستة فتاعة وفي مكان عمله ليحة تشغيل الأصال النساء فكافة الفقوق اللي بيضمنها قانون العمل وقانون العمل مش نازل لعامل بخلال عامل تاني قانون العمل بيخاطب كافة العمال في مصر طبقه هو عامل منتظم أو عامل غير منتظم هم بيحصلوا على حقوقهم كاملة قصوة بالعامل المنتظم من نصوص قانون العمل بالنسبة كمان للمميزات اللي بيحصلوا عليها إن إحنا زي ما ذكرنا كده فيه بند رعاية وفيه بند حماية كمان فيه بند تشغيل لأن العامل ده نسبة دورانه عالية فيه فترات بيبقى متعطل فيها هو مش بيشتغل بشكل دائم هو صبيع يتعملوا كده هو شغله مش معندوش صفة الدوام ولا الاستمرارية إحنا برضو كوزارة عمل بنوفر له فرص عمل في فترات التعطل دي أي شركة بتستخدم العمالة دي بتتم عن طريق المدرية لإعلان اللي بيطلب مثلا توفير عمالة بالشكل ده إحنا بنرشع كل الناس اللي موجودة في قاعدة البياناتي بند مهمة جدا نضمن أن فترات طولهم ما تبقاش كبيرة بالإضافة كمان أننا بنوفر لهم دورات تدريبية للمهن المطلوبة في قاعدة وكل ده بيبقى بالمدرية طب ليه تم البدء بهذه الفئلة هي فئة عمال البناء تم البدء بيهم لأنهم كثفتهم عالية شوية يعني العمال الترحيل حضرتك رايح في أي مكان كده أكيد شفتهم هم عادين في الميادين كده مستمين مقاول أو شركة تأخذهم الصفح مثلا تنزلهم موقع أو تشغلهم هو نسبة كثافة عمال البناء هي عالية أكثر من غيرها ونسبة تدويرهم ثمان عالية يعني هو زي ما قلت كده اللي معلت من شوية إن الفترات تعصولهم كثيرة شوية فعلشان كده إحنا بدأنا بيهم لأن هم فئة أولى بالرعية وإن شاء الله هنمتد من الباقي لكن هم كثفتهم عالية يعني أعدادهم أو نسبتهم عالية عشان كده إحنا قلنا نبتدي بإلفاء اللي أعلى شكل موجودة بشكل أكبر علشان كمان حتى هم متواجدين في شيء هاضي موجود مثلا تحت كبري أو على الرصيف يعني حتى الشكل ده إحنا يعني من ضمن كمان الحاجات اللي هنعملها لهم إحنا هنوصل لهم أماكن لاقفة إنهم يقفوا فيها يعني مش هسيبه كده قاعد في الشارع لأ هنوصل له أماكن لأفضاء برجلات أماكن مناسب يقف فيه هنعمل له أيدي علشان يبقى سهل أن أنا أوصل له لو فيه فرصة عمل سهل أن أنا أرشحه وسهل أن أنا أتواصل معه أن أنا أرشحه لفرصة عمل طيب أستاذ شيماء يعني حضريك قلت أنه تقييد العمال بيكون عن طريق الشركة اللي بيشتغل فيها أو عن طريق المقاول هل فيه آلية أنه يكون لو فيه عامل من عمال الترحيل مش على قيد مشروع معين أو حتى مش متوفر لي أنه يكون العمل ضمن مع مقاول هل يقدر أن هو يقيد نفسه بنفسه ولا لا لسه ده مش متاح دلوقتي وهل فيه رؤية كمان مبدئية لإمتى ممكن ننتهي من بتقييد حدها ونتكلم على عمال الترحيل فقط في محافظات مصر حضرتك هو أنه حاليا العامل هو اللي يدخل يعني أنه فيه موقع العامل يدخل هو يسجل نفسه لأ دي مش متاحة خاليا لكن المتاح حاليا أنا اللي بروح له لحد مكانه يعني إحنا خدنا شهر عمال الترحيل دول مثلا في القاهرة لأنهم مهفشين كانوا بينزلهم لهم في أماكن تواجدهم في الشوارع وفي الميادين إحنا اللي بيومزل نجيبه من المكانه فإذا عامل معرفش يتفجل ما فيش مشكلة المفتش متواجد بشكل مستمر هي مش هتنتهي هو متواجد بشكل مستمر كل فترة بينزل يحصل عمال تنين ودي حتمتد بـ 26 محافظة تنين احنا مش هنقسلها على القاهرة لا هي حتمتد بـ 26 محافظة تنين وإحنا زي ما قلت الحضريك ومقر الترحيل دي فئة أولى لكن حتمتد لباقي الفئات إن شاء الله إن شاء الله طبعا نشكر حضريك شكرا جزيلا لأستاذ الشيماء عبدالله كمال مدير عامل إدارة العامة لرعاية العمالة غير منتظمة بوزارة العمل شكرا لحضرتك شكرا للمشاهدة